السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الثالث بعنوان محيط الأشكال المعروفة الجزء الأول والهدف من هذا الدرس هو إيجاد محيط المضلعات ذات الأشكال المعروفة في الدرس السابق تعرفنا على كيفية إيجاد محيط المضلعات فما محيط الشكلين التاليين عزيز الطالب كيف يمكن إيجاد محيط هذا الشكل ممتاز نعم لإيجاد المحيط فإننا سنجمع أطوال الأضلاع لهذا الشكل سوف أبدأ بالضلع السفلي هذا وطوله أربعة أمتار ثم أجمع له طول الضلع الثاني وهو ثلاثة أمتار ثم أجمع له طول الضلع الثالث وهو متران وأخيرا أجمع له طول الضلع الرابع وهو ستة أمتار هيا نجد ناتجة جملة الجمع هذه أربعة زائد ثلاث يساوي سبعة أخبرني يا بطل سبعة زائد اثنان كم يساوي؟ أنت رائع نعم يساوي تسعة والآن تسعة زائد ستة كم يساوي؟ أنت رائع؟ نعم يساوي خمسة عشر إذن محيط هذا الشكل هو خمسة عشر مترا وليس نجد محيط شكل رباعي وهو المربع طول الضلع لهذا المربع هو أربعة أمتار لكن من خصائص مربع أن جميع الأضلاع متساوية في الطول لذا فطول هذا الضلع هو أربعة أمتار وطول هذا الضلع أيضا أربعة أمتار وطول هذا الضلع ماذا؟ أحسنت نعم أربعة أمتار لأن جميع الأضلع في المربع متساوية في الطول لكن أخبرني عزيز الطالب كيف نجد المحيط؟ ممتاز سنجمع أطوال الأضلع وجميعها متساوية في الطول وطول كل منها أربعة أمتار أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة هيا بنا نجد نتجة جم أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية ثمانية زائد أربعة كم يساوي يا بطر أنت رائع نعم يساوي إثنى عشر إثنى عشر زائد أربعة كم يساوي أنت رائع نعم يساوي ستة عشر إذن محيط المربع ستة عشر مترا في هذه الفقرة سنجيب عن السؤال الأساسي لهذا الدرس صفحة أربعمائة واثنتا عشرة وهو كيف يمكنني إيجاد محيط الأشكال المعروفة يحتاج جاسم إلى إيجاد محيط تصميمين لبركتي سفاحة إحدى البركتين مستطيلة الشكل والأخرى مربعة الشكل ما محيط كل من بركتي السفاحة هذه البركة مربعة الشكل وهذه البركة مستطيلة الشكل المربع هنا يمثل البركة المربعة الشكل والمستطيل هنا يمثل البركة مستطيلة الشكل والمطلوب هو حساب المحيط لكل البركتين عزيز الطالب انظر للبركة المربعة وحاول ان تجد اطوال الاضلاع المجهولة لها ثم انظر مجددا الى البركة المستطيلة يسارا وحاول ان تجد اطوال الاضلاع المجهولة لها والان اوقف الفيديو وقم بقراءة نص السؤال مجددا سنجد محيط البركة المربعة اولا من المؤكد عزيز الطالب انك تذكر ان كل اضلاع المربع لها نفس الطول لذا فطول هذا الضلع هو 9 امتار وطول هذا الضلع ايضا 9 امتار وطول الضلع الرابع ايضا هو 9 امتار والان اخبرني عزيز الطالب كيف نجد محيط هذا المربع انت رائع معا سنجمع اطوال اضلاع هذا المربع على النحو التالي 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 هيا بنا نجد ناتج جملة الجمع هذه 9 زائد 9 يساوي 18 اخبرني يا بطل 18 زائد 9 كم يساوي انت رائع نعم يساوي 27 والان 27 زائد 9 كم يساوي انت بطل نعم يساوي 36 او يمكنني عد الاضلاع ثم ضربها في طول الضلع الواحد هيا بنا نعد الاضلاع سويا ضلع ضلعان ثلاثة اضلاع اربعة اضلاع اذا لهذا الشكل اربعة اضلاع وما طول ضلع هذا الشكل ممتاز طول ضلع هذا الشكل هو تسعة امتار سنضرب العدد اربعة وهو عدد الاضلاع بطول الضلع الواحد وهو تسعة فيكون الناتج هو 36 اذا محيط بركة السباحة المربعة الشكل هو 36 مترا والان سنجد محيط بركة السباحة مستطيلة الشكل اتذكر ان كل ضلعين متقابلين في المستطيل لهما نفس الطول فطول هذا الضلع هو 10 امتار وطول هذا الضلع ايضا هو 10 امتار طول هذا الضلع هو 6 امتار لذا فطول هذا الضلع هنا ايضا 6 امتار والان كيف نجد محيط هذا الشكل ممتاز لإيجاد المحيط فإننا سوف نجمع أطوال أضلاع هذا المستطيل سوف نبدأ بالضلع السفلي هذا وطوله عشرة أمتار ثم أجمع له طول الضلع الثاني وهو ستة أمتار ثم أجمع له طول الضلع الثالث وهو عشرة أمتار ثم أجمع له طول الضلع الرابع وهو ستة أمتار هيا بنا نجد ناتج جملة الجمع هذا 10 زائد 6 يساوي 16 أخبرني يا بطل 16 زائد 10 كم يساوي؟ أنت رائع؟ نعم يساوي 26 ولا 26 زائد 6 كم يساوي؟ ممتاز يساوي 32 إذن محيط هذا المستطيل هو 32 مترا وهناك طريقة أخرى لحساب محيط المستطيل وهي أن نضرب طول هذا الضلع وهو 10 بالعدد 2 لأن هناك ضلعان متقابلان طول كل منهما 10 أمتار ثم نضيف حاصل الضرب طول هذا الضلع وهو 6 أمتار بالعدد 2 لأن هناك ضلعان متقابلان طول كل منهما 6 أمتار لنحصل على هذه الجملة العددية 10 ضرب 2 يساوي 20 و 6 ضرب 2 يساوي 12 إذن هذه الجملة تساوي 20 زائد 12 0 زائد 2 يساوي 2 و 2 زائد 1 يساوي 3 إذن محيط بركة السباحة المستطيلة الشكل هو 32 مترا ولان سوف ننتقل إلى فقرة أقنعني صفحة 412 في هذه الفقرة سوف تقوم بإيجاد محيط أحد الأشكال المعروفة وهو متوازي الأضلاع أقنعني أفهم وأثابر في الحل رسمت خولة متوازي الأضلاع أدناه أوضح كيفية إيجاد المحيط عزيز الطالب تذكر أن من خصائص متوازي الأضلاع أن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول والآن أوقف الفيديو وقم بحل هذا السؤال من المؤكد عزيز الطالب أنك توصلت إلى الإجابة الصحيحة لكن هيا بنا نناقش الحل سويا أتذكر أن كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع لهما نفس الطول طول هذا الضلع هو تسعة أمتار لذا يكون طول هذا الضلع أيضا هو تسعة أمتار وطول هذا الضلع هو خمسة أمتار فيكون طول هذا الضلع هو خمسة أمتار لكن كيف نجد المحيط؟ ممتاز سنجمع أطوال الأضلاع لهذا الشكل على النحو التالي تسعة زائد خمسة يساوي أربعة عشر أربعة عشر زائد تسعة كم يساوي؟ ممتاز يساوي ثلاثة وعشرون والآن ثلاثة وعشرون زائد خمسة كم يساوي يا بطل؟ يساوي ثمانية وعشرون ويمكن استعمال الضرب لإيجاد محيط متواز الأضلاع كما استعملناه في إيجاد المحيط المستطيل في المثال السابق وهي أن نضرب طول هذا الضلع وهو تسعة بالعدد إثنان لأن هناك ضلعان متقابلان طول كل منهما تسعة أمتار ثم نجمع حاسل الضرب طول هذا الضلع وهو خمسة بالعدد إثنان لأن هناك ضلعان متقابلان طول كل منهما خمسة أمتار فنحصل على الجملة العددية التالية هيا بنا نجد ناتجة جملة العددية هذا تسعة ضرب اثنان يساوي ثمانية عشر وخمسة ضرب اثنان يساوي كم يا بطل يساوي عشرة إذن هذه الجملة تساوي ثمانية عشر زاد عشرة ويساوي ثمانية وعشرون إذن محيط متوازل أضلاع هو ثمانية وعشرون مترا عزيز الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابق لهذه الإجابة ولهن سوف ننتقل إلى مثال آخر صفحة أربعمائة وثلاث عشر في هذا المثال سوف نناقش محيط أحد أكثر المثلثات شهرة وهو المثلث متطابق الأضلاع مثلث متطابق الأضلاع له ثلاثة أضلاع متساوية في الطول عزيز الطالب انظر إلى هذا المثلث حدد أطوال أضلاع هذا المثلث ممتاز أنت راع جميع الأضلاع في هذا المثلث متساوية في الطول وطول كل منها أربعة سنتيمترات ما محيط المثلث متطابق الأضلاع المجاو ممتاز سنجمع أطوال أضلاع هذا المثلث أربعة زائد أربعة زائد أربعة يساوي إثنى عشر أو يمكن ضرب عدد الأضلاع وهو ثلاثة بطول الضلع الواحد وهو أربعة سنتيمترات فيكون الناتج هو ثلاث ضرب أربعة يساوي إثنى عشر إذن محيط هذا المثلث المتطابق الأضلاع يساوي إثنى عشر سنتيمترا في هذه الفقرة سوف تطبق فهمك لمحيط الأشكال المعروفة وذلك بحل التمرين الثالث صفحة أربعمائة وثلاثة أوجد المحيط التمرين الثالث مستطيل تذكر أن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متساوية في الطول والآن أوقف الفيديو وقم بحل التمرين من المؤكد عزيز الطالب أنك توصلت إلى الإجابة الصحيحة لكن هيا بنا نناقش الحل سويا طول هذا الضلع هو ثمانية أمتار لذا سنضرب العدد ثمانية بالعدد إثنان لأن هناك ضلعان متقابلان في هذا المستطيل طول كل منهما ثمانية أمتار ثم نجمع حاصل الضرب العدد أربعة بالعدد إثنان لأن هناك ضلعان متقابلان طول كل منهما أربعة أمتار والآن هيا بنا نجد ناتجة جملة العددية هذا ثمانية ضرب إثنان يساوي ستة عشر وأربعة ضرب إثنان يساوي ثمانية لذا سنجمع العدد ستة عشر مع العدد ثمانية ستة عشر زائد ثمانية كم يساوي يا بطل أنت رائع نعم يساوي أربعة وعشرون إذن محيط هذا المستطيل هو أربعة وعشرون مترا ولان قم بحساب محيط المربع في التمرين الرابع تذكرنا جميع الأضلاع في المربع لها نفس الطول من المؤكد عزيز الطالب أنك توصلت إلى الإجابة لكن هيا بنا نناقش الحل سويا أتذكر أن كل أضلاع المربع لها نفس الطول طول هذا الضلع هو خمسة سنتيمترات لذا يكون طول هذا الضلع هو خمسة سنتيمترات وطول هذا الضلع هو خمسة سنتيمترات وطول الضلع الرابع خمسة سنتيمترات لكن كيف نجد محيط الأشكال؟ ممتاز سوف نجمع أطوال أضلاع هذا الشكل خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة 5 زائد 5 يساوي 10 10 زائد 5 كم يساوي يا بطل أنت رائع نعم يساوي 15 والآن 15 زائد 5 كم يساوي يا بطل ممتاز نعم يساوي 20 إذا محيط هذا المربع هو 20 سنتيمترا أو يمكن ضرب طول الضلع الواحد وهو 5 سنتيمترات بعدد الأضلاع وهو 4 أضلاع على النحو التالي 5 ضرب 4 ويساوي 20 إذن محيط المربع هو 20 سنتيمترا عزيز الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابق لهذه الإجابات ولآن سوف نختم درسنا بفقرة الواجب تدرب في المنزل صفحة 415 في التمارين من 1 إلى 9 أوجد محيط كل مضلع التمارين المطلوب حلها من الأول إلى الرابع عزيز الطالب لا تنسى حل الواجبات المرسلة إليك وأن لم تفهمي فقرة في هذا الفيديو فاعد تشغيل الفيديو من جديد وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح دمتم في رعاية الله إلى اللقاء